اشتركوا في القناة وصلت وزارة الداخلية فعليات مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات واطلع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل طبية وإنسانية تستهدف عدداً من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة بورسعيد لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين وأوضحت الوزارة أنه تم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان كذلك زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهم والتوزيع بعض المساعدات العينية عليهم اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان خطة التأمين الطبي لاحتفالات المصريين بعيد القيامة المجيد وشم النسيم موجهاً كافة القطاعات والهيئات ومدريات الشؤون برفع درجة الاستعداد والجاهزية لتقديم الخدمة الطبية بصورة آمنة وعاجلة وأوضحت الوزارة في بيانها أن محاور الخطة الوقائية تتمثل في استمرار توفر الأمصال الخاصة بحالات التسمم الغذائي وتوفير الطعوم الكبدية مع توفر مخزون آمن من الأمصال والطعوم بالغرف الوقائية